في البداية لا بد أن أحدثكم بشكل سريع عن بعض قواعد التفهيم العلوي عن بعض قواعد التفسير العلوي وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير مثل ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا علي يفهمكم بعدي سأبدأ من قاعدة المحكم والمتشابه وقد قرأت عليكم الرواية في الحلقة الماضية هذا هو الجزء الأول من عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 261 الحديث التاسع والثلاثون بسند الصدوق عن أبي حيون عن أبي حيون مولى الرضا صلوات الله وسلامه عليه خادم الإمام الرضا يحدثنا عن إمامنا الرضا من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم ثم قال ثم قال إمامنا الرضا إن في أخبارنا في أحاديثهم إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا لا أعيد قراءة الرواية عليكم لأنني قد قرأتها عليكم في الحلقة الماضية وقمت بتطبيق عمليا حيث أخذت المضمونة العامة للروايات التي اجتملت على معنى متشابه وقمت بعرضي ذلك المضمون على نص محكم في غاية الإحكام هو القول البليغ الكامل المروي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه إنها الزيارة الجامعة الكبيرة دستورنا الشيعي العقائدي هذه القاعدة الأولى من قواعد التفهيم من قواعد المنطق العلوي في التعامل مع قرآنهم وحديثهم فقاعدة المحكم والمتشابه تجري على القرآن حيث نعود بمتشابه الآيات إلى محكمها وكذلك نعمل بها في أخبارهم وأحاديثهم حيث نعود بمتشابه الأخبار إلى محكمها وصلنا إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن حدثتكم عن قاعدة المحكم والمتشابه سأنتقل إلى قاعدة ثانية هي قاعدة المطالع والمجاري أقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير العياشي وما هو بتفسيره إنه جامع للأحاديث التفسيرية وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 22 الحديث الخامس عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه سألت أبا جعفر عن هذه الرواية عن رواية وردت عن الأئمة يتناقلها الشيعة سألت أبا جعفر عن هذه الرواية ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع ما يعني بقوله لها ظهر وباطن قال ظهره وبطنه تأويله منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع قال الله تعالى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ نَحْنُ نَعْلَمُهُ هذه الرواية بحاجة إلى شرح تفصيلي لكن المقام لا يسمح بذلك سأوجز لكم معناها الرواية تحدثت في جهتين الجهة الأولى آيات الكتاب لها ظاهر ولها باطن والجهة الثانية آيات الكتاب تجري مجرى الشمس والقمر فلها مطالع ولها مجاري وماذا يعني ذلك يعني أن حديثاً قد يكشف فيه المعصوم عشرين بالمئة من حقيقة الموضوع وفي حديث آخر قد يكشف خمسين بالمئة وهكذا وفي حديثاً قد يكشف مئة بالمئة ولربما ما وراء المئة بالمئة حينما نذهب إلى عالم الإشارات وما بعد الإشارات بعد أن نتجاوز عالم العبارات من هنا فإن الروايات والأحاديث يأتي بعضها مبيناً لجانب من الموضوع ويأتي بعضها الآخر كي يبين جانباً آخر من الموضوع من هنا نحن بحاجة إلى موسوعية ولذا فإن الأئمة ماذا قالوا؟ أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا من رواياتهم عننا الأئمة الأئمة يشيرون هنا إلى الموسوعية كلما تسعى علمنا بأحاديث العترة الطاهرة كلما استطعنا أن نقترب من الحقيقة أكثر وأكثر لأن الحقيقة الكاملة يمكننا أن نجدها في كل أحاديثهم لا في بعضها في بعض الأحاديث نستطيع أن نتبين جانباً من الحقيقة إني أتحدث عن الحقيقة التي يريد المعصوم أن يبينها لنا لا أتحدث عن الحقيقة المطلقة الحقيقة المطلقة لا توضع في ألفاظ ولا تحصر في كلمات الحقيقة المطلقة عند المعصوم فقط وفقط وإنما حين أقول نستطيع أن نجد الحقيقة الكاملة إنها الحقيقة التي يريد المعصوم أن يوصلها إلى أذهاننا مع مراعاته لمستويات عقولنا فما هي بحقيقة كاملة بمستوى الحقيقة الحقيقة وإنما هي قضية نسبية تسامحاً أصفها بالحقيقة الكاملة لكنها بالنسبة لنا بالنسبة للمعطيات المتوفرة بين أيدينا يمكننا أن نصفها بذلك فهذا هو كل الذي نستطيع أن نصل إليه هذه قاعدة المطالع والمجاري بالضبط مثلما يتحرك الهلال في مسيرته من بداية خيطية حتى يصير بدراً كاملاً ثم يبدأ بالانتقاص شيئاً فشيئاً فالأحاديث والروايات لها مطالع ولها مجاري مثل ما قالت قاعدة المطالع والمجاري من أنها تجري مجرى الشمس والقمر هذا بيان إجمالي وإلا فالموضوع بحاجة إلى تفصيل وشرح وبيان القاعدة الثالثة قاعدة إياك أعني واسمعي يا جار أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الكهف الشريف والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة ستمية واثنين وعشرين من الباب الذي عنوانه باب النوادر الحديث الرابع عشر بسنده بسند الكليني عن عبد الله بن بكير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جار نزل القرآن بإياك بإياك أعني واسمعي يا جار قاعدة أساسية ومهمته جدا فإن الخطابة في عموم الآيات لفظا يوجه لرسول الله ومعنا ومضمونا يوجه للأمة بحسب هذه القواعد سيتغير فهمنا للقرآن بالقياس إلى فهم مراجع النجف وكربلاء سيتغير فهمنا جملة وتفصيل في قادم الأيام سأخصص مجموعة من الحلقات أتناول فيها المنهج العلوية للتفسير وهو المنهج الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذه بعض قواعده قاعدة المحكم والمتشابه قاعدة المطالع والمجار قاعدة إياك أعني واسمعي يا جار إلى بقية قواعد منهج التفسير العلوي مثل ما قلت من أنني أعيدكم أن أخصص مجموعة حلقات في هذا البرنامج في برنامج الخاتمة في خادم الأيام قطعا إذا بقينا أحياء وجرت الأمور بأسبابها ووفقت لذلك سأحدثكم في حينها عن مجمل قواعد منهج التفسير العلوي للقرآن الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير وهذه جملة من قواعد المنطق العلوي من قواعد التفسير العلوي من قواعد التفهيم العلوي ديننا مداره قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفقا لهذه القواعد وأمثالها التي هي قواعدهم هم قالوا لنا علينا الأصول صلوات الله عليهم وعليكم الفروع نحن نؤصل لكم وأنتم قوموا بالتفريع قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم مدار دين هنا حول هذين العنوانين فقط وفقط وفقط وهذا المنهج بهذه المواصفات منهج أجنبي وغريب بدرجة مئة بالمئة عن منهج حوزة النجف إنه منهج حوزة الطوسي صار واضحا عندنا هذه القواعد والتي ستجدون لها تطبيقا واضحا في التعامل مع آيات الكتاب الكريم ومع كلماتهم الشريفة نذهب إلى فاصل